خسارة ما يقارب 3004 ميجاوات من إنتاج الطاقة في محطات الكهرباء العراقية والسبب هو انحصار وردات الغاز الإيراني بمعدل وصل إلى أكثر من ثمانية ملايين متر مكعب بحسب ما أعلنت وزارة الكهرباء الأمر الذي أثر بشكل واضح على ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية للمواطنين وزارة الكهرباء أشارت إلى أن الاتفاق مع الجانب الإيراني يقضي بتزويد المحطات العراقية ب70 مليون متر مكعب من الوقود صيفا وب50 مليون متر مكعب منه شتاء وهو ما يسد الحاجة الفعلية إلا أن التراجع الكبير في التوريد الإيراني للغاز أدى إلى شلل المنظومة الكهربائية التي تعتمد حاليا على الغاز الإيراني لتشغيل وحدات تصل طاقتها الإنتاجية إلى 6500 ميجاوات وزارة الكهرباء دخلت في مفاوضات جدة مع الجانب الإيراني لحثه على الالتزام ببنود العقد الموقع بين الطرفين كما تتباحث بشأن ديون سابقة مترتبة على العراق تقدر بمليارين و600 مليون دولار نتيجة استيراد العراق للغاز الإيراني فيما تسعى من خلال التعاون مع وزارة النفط إلى مواصلة الضغط لرفع معدلات الغاز المجهز لسد الحاجات الملحة في ظل عدم اكتمال الخطة الوقودية المحلية وفي خطوة لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني يتجه العراق إلى استغلال الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط فوزارة النفط كانت قد أبرمت عقداً مع توطال الفرنسية لاستثمار الغاز المصاحب في حقول جنوبية بالإضافة إلى عقود مع شركات أجنبية أخرى قال عنها وزير النفط أحسان عبدالجبار أن بإمكانها حل جميع المشكلات التي تعاني منها الصناعة النفطية ومشاكل أخرى في الطاقة والتلوث أكثر من 80% من الغاز المحروق ضمن حقول الروميلة والزبير وغرب القرنة واحد سيتم استثمارها هذا بالنسبة لمشروع غاز البصرة المشروع الآخر المهم في محافظة البصرة هو مشروع توطال الذي يصمم بمرحلتين أيضاً المرحلة الأولى تدخل نهاية عام 2024 والمرحلة الثانية تدخل منتصف عام 2026 والذي بدخل هذه المرحلتين أيضاً سنستثمر أكثر من 80% أو 90% من الغاز المحروق في الحقول الأخرى الغير تابعة لغاز البصرة ويدرس العراق تفاهمات مع كل من قطر والجزائر لاستراد الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بعد انحسار إمدادات الغاز من الجار إيران اثتعود المفاوضات بين العراق وقطر حول شراء الغاز إلى فترة حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي بيد أنها توقفت لأسباب عديدة منها تفضيل الحكومة زيادة استثمار الغاز المصاحب للإنتاج والحقول الغازية في ديالا والأنبار وهو ما لم تستطع السلطات تحقيقه